اهو هتلاحظ حضرتك انه جايب ليه جايب لي اسم الطالب الاسم الاول اسم العائلة الرقم الجامعي الاجمالي الاختبار اختبار الشافة وكل الاختبارات وكل التقديرات اللي الطلاب حصلوا عليها كل الدرجات كلها موجودة حضرتك تحرك كده بشرطة التمرير هتجد الايه كل شيء عن الطلاب كل شيء عن الايه عن الطلاب ده جزء مهم ده دي نقطة مهمة لان الملاف ده نفسه ممكن انا استفيد منه بعد كده ان انا اجي هنا عند العمل دون اتصال وعمله تحميل يعني لو جد عملت له تحميل هينزل عندي هنا وينعكس داخل مركز التقديرات داخل البلاكورد لكن ما علينا من الخطوة دي دلوقت اهم خطوة هي ان انا اعمل اسحب نسخة من مركز التقديرات كتنزيل وخلاها عندي تماما موجودة عندي في في الdownloads او في مجلد التنزيلات عندي على الجهاز ويبقى عندي ايه ويبقى عندي نسخة ده بالنسبة للجزئية دي لانها جزئية مهمة جدا جزئية ايه جزئية مهمة جدا طالما احنا موجودين في مركز التقديرات نوضح كمان ان حضرتك تقدر تتعامل مع مركز التقديرات بسهولة وبساطة لان مركز التقديرات التصميم بتاعه والشكل بتاعه يعني متعب شويتين يعني لو حضرتك لما تيجي كده تشوف لو فيه اربع طالب وخمسين طالب واكتر بتجد ان فيه شريط تمرير كده بيظاهر وتفضل حضرتك تضغط بشريط تمرير ويجري بسرعة كده وينزل ويممكن يعدي تلات اربع خمس طلاب وهكذا بتققى موضوع رخم شوية الافضل هنا ان حضرتك عشان تسهل شوية على نفسك في القبر ده انك تعمل ايه ان حضرتك تيجي على اه مثلا الفيرستينيم اهو الاسم الاول ممكن الاسم الاول تحديدا اسم الطالب الاسم الاول تيجي حضرتك من هنا وتقول له فرز تصعودي او فرز تنازولي يعني انا مثلا دايما لما ببحث عن طالب ومثلا الطالب مثلا بيبتدي بحرفه والحرف في اللياء بقى والحروف اللي تحت تمام فبقول له فرز تنازولي عشان اجيب على طول ايه الطالب من الاول هنا ما عدش بقى ايه اه ايبقى تصعودي وافضل اتحرك بالايه بالبشرة التمرير اللي تحت لا تب انا اجيب على طول فرز تنازولي وهي هتحرك هيجيبهولي هنا في الاول على الف اللياء في الطالب اللي في الاول يعني لو كان الطالب يبتدي بحرف الالف اول بقى وكده لما قوله فرز تصعودي هيجيبهم لي ايه هجيبهم لي هنا في الاول ايضا فمش هتعب كتير دي حاجة من ضمن الامور التانية كمان ايه اه مثلا عندي طالب عنده مشكلة في اختبار فمثلا ما دخلش الاختبار على سبيل المثال فمثلا نفترض او واجب زي ده مثلا فحضرك ممكن تيجي من هنا كده في الفرز بتاع العمود جزية الفرز بتاع العمود دي مهمة اوي وبتسهل وبتساعد قال لو اعنى حضرك تقوم جاي ايه لو الطالب ما كانش حل الواجب يعني ما قدمش مالوش محاولات فلما حضرك تعمل الفرز تصعودي هيقوم جاي لك ايه هيجيب لك كل الطلاب في الاول اللي ما ايه فعلى طول هيظهروا على طول يبقى ايه تقدرت ايه توصل للطالب بسرعة لكن اللي قده هيبقى تحت طب انا عاوز اللي ايه اللي قده يبقى جيب فرز تنازولي الفرز التنازولي جاب لي مين جاب لي اللي قده هو على طول جاب لي اللي قده اللي هو مثلا السنت ستة والسنت سبعة خلاص انا عرفت على طول وصلت له مباشر على طول من غير ما ايه ما تعب كتير يعني فجزئية الفرز في مركز التقديرات هتحل مشكلة ولو بشكل جزئي بس هتحل مشكلة لحضراتكم وتساهل ايه على حضراتكم الجزء ده جزء مهم جدي كمان جزئية الفرز بقى ديت اللي حضراتكم شايفينها بتنعكس كمان على الطلبة في النظام الاكاديمي وحضراتك دلوقتي لما كنا فتحين دلوقتي ملف الاكسل بتاع مركز التقديرات اهوت اهدى الاسم الاول لما حضراتك تيجي عند العمود بتاع الاسم الاول وتقول له والله اعملي فلتر والفلتر ده هيرتب من ايه تو زي اهو او من ايه تو زي ده تمام وترتب طبعا انا بس عندي هنا ارقام لكن لما يقع اسماء هتترتب هيبقى ايزا العملية عند حضراتك هنا في منفل اكسل مترتبة ترتيج ابجدي تصاعدي يبقى ايزا هتسهل على حضرتك نفس الترتيب اللي موجود في النظام الاكاديمي عشان برضو حضراتك ما تعنيش من جزئية ان الاسماء هنا في مركز التقديرات مش مترتبة وفي النظام الاكاديمي مترتبة فاذا لقيم حضراتك ترتبها من هنا الاسم الاول تحديدا وتقول فارز تصعودي او اذا حضراتك سحبت مركز التقديرات من هنا سحبت نسخة والنسخة دي بقت ملف اكسل اذا اتعامل مع ملف الاسل تعالى حضراتك على الاسم الاول الاسم الاول وتعالى على الصورت او الترتيب تمام من ايه تو زي ده وترتب يبقى الامور كده اسهل اسهل بكتير جدا لحضراتكم طيب بنشوف الدكتور احمد بيسأل على اهمية مربع اخر وصول والاتاحة وهل يمكن التحكم في الاتاحة من عدمها للطلاب ده في مركز التقديرات وكمان فيه الاجمالي والاجمالي المهم ليس اجل نشوف اه اهoto اغليalam وصول والاتاحة هنبص عليك esto الاول فين اهو تمام بالنسبة لجزئة الاتاحة وجزئة اخر وصول وبالنسبة للاجمالي والاجمال الهام الدكتور رحمد بيسأل عن دول تحديدا يعني ده إجمال الهم وقادة الإجمالي وقادة الإتاحة وقادة آخر وصول الأربعة دول الإجمال الهم ده حضراتكم مالوش أي قيمة ولا كأن حضراتكم شايفين يعني مالوش أي لازمة عندنا هو دايما يعني زم حضراتكم بس عاوزينه أوضح بس إيه حاجة كده افتراضية حاجة باي ديفولت كده هي بتنزل أوتوماتيك كل ما بننشئ أي شعبة فهي مالهاش أي لازمة ولا لها أي قيمة عندنا يعني الأهم إيه الأهم اللي هو الإجمالي عمود الإجمالي اللي هو في التقديرات أو اللي فيه تقديرات الطلاب ده أهم حاجة أما جزئية الإتاحة فطبعا دي جزئية بتبين لحضرتك إن الطالب ده هما دول الطلاب المتاحين داخل الشعبة متاحين هما دول الموجودين فعلا يعني برضو ده عمود من الأعمدة اللي مضافة وموجودة وطبعا أي طالب هيبقى موجود هنا هيبقى متاح يعني ده هتبقى إيه هتبقى الطلبة إيه المتاح جزئية بقى اللي هي جزئية آخر وصول آخر وصول معناها إيه معناها وإحنا برضو هنكنا نتكلم معنا بعد شوية لكنه وضحها إن الطالب بيبين لحضرتك الطالب ده آخر مرة دخل فتح المقرر ودخل جواه وبدأ يتعامل مع المقرر أو بمعنى صح دخل على المقرر آخر مرة يعني مثلا الطالب ده ستة آخر مرة دخل إمتى 11 مايو ما هو ليه أربعة يام آآ 2024 ده إمتى الطالب ده 13 مايو طب دي بتفيدني في إيه دي ممكن تفيدني إن مثلا أنا سويت اختبار مثلا يوم آآ مثلا آآ عشرين النهاردة كان من نهاردة 15 النهاردة 15 سويت اختبار يوم 15 وبعدين الطالب قال لي أنا أنا جيت أدخل على الاختبار ما مش عارف ما لقيتش الاختبار وممكن يعني الطالب ممكن يتحجد يعني أو يقول أي حجة أو أي سبب فلما حدك تيجي هنا عند آخر وصول تقول والله ده أنت آخر وصول لك آخر مرة فتحت المكرر كان يوم 11 مايو الاختبار كان يوم 15 لأن إنت لو كنت دخلت على المكرر يوم 15 على الأقل يكن هنا في الآخر وصول هنا كان هيبقى مكتوب يوم 15 يبقى على الأقل أعرف أن إنت فعلا كنت بتدخل المكرر يوم 15 وممكن تكون حصلت لك مشكلة لكن إنت آخر وصول لك يوم 11 وبالتالي إزاي أن إنت دخلت يوم 15 إنت كده ما دخلتش يوم 15 فده من النقاط اللي بتفيد حضرتك إن حدك تعرف أن الطالب ده وآخر وصول ده مش للطالب فقط حتى للإيه؟ حتى بتظهر عند الأستاذ كمان في المكرر آخر وصول له إيه؟ بنعرف مرة الأستاذ دخل على هذا على هذا المقرر إنت تحديداً بالنسبة للجزء اللي في مركز التقديرات في بعض الأوقات في بعض الأوقات البعض ممكن يجي يقول والله أنا عندي اسم الطالب الأول وعندي الاسم الأخير طب هو دلوقتي العمود ده الأول عمود هو الاسم الأخير والعمود الثاني هو الاسم الأول وعاوز إن أنا قرأت بالأعمدة لذلك هتلاحظ حضرتك إن في حاجة اسمها إدارة شايفين حضرتكم؟ إدارة كلمة إدارة هنا في مركز التقديرات هتسهل على حضرتك إن أنت تقدر تدير مركز التقديرات الخاص بالشعب يعني على سبيل المثال أبرز نقطتين موجودتين هنا اللي هو تنظيم العمود وظهر الصف العمود والصف فأنا دلوقتي اللي عاوز أتعامل مع عمود وأدير الأعمدة يبقى أتعامل أروح عند مين؟ عند تنظيم العمود عاوز أتعامل مع الصفوف يبقى أورونا عند مين؟ عند الصف هتلاحظ حضرتك كمان إنه هو هنا بيقول إيه؟ اللفظ هنا نفسه عند الصف جاب كلمة إظهار آه ليه؟ لأنه أنا بس أقل لحضرتكم من شوية إنه ممكن أجي كده وأعمل إخفاء للطالب آه أعمل إخفاء وبالتالي عشان ترجع تعمل حضرتك إظهار فهو عند الإدارة عند الإدارة تمام؟ عاما ليه؟ آه أنا كنت أعمل إخفاء بذلك هو جاب كلمة إظهار عند الصف تحديدا تحديدا جاب كلمة إظهار طيب